تجمع أطباء وعمال مستشفى زيوشي محمد بيطولغا في ولاية بسكرة في وقفة احتجاجية لوضع حد لتدهور الذي تعيشه المؤسسة بسبب غياب المدير حيث خلف ذلك عدم تلقي المستخدمين لرواتبهم منذ شهرين وكذا تعطل بعض المصالح في المستشفى التغطية لعبد العالي الرحام في الوقت الراهن أنه المؤسسة بدون مدير وعدنا بقى شهرين شهر فيفري وشهر جونفي لأنه بدون مرتب والإشكال لديك ما عندكش لمن نتقدم الشكوان تاعك في الوضع الراهن السلطة العلية المؤسسة المدير مكانش يوم العمار رام في وقت فقفة احتجاجية الصوت ما هوش مسموع رسالتنا الوزير الصحة المدير الصحة المدير الصحة وراكم يا أخي وراكم مستشفى طولقة 500 عائلة رضاية على الهنا بدون مستحقات بدون مستحقات طالب بدون مدير أمورنا عالقة كما الشهرية كما المشاكل يطار عمال أي معامل بسيط إلى الطبيب رغم أنه في أزمة كوفيد نشكل المسؤولين أنه ينظروا فينا يشوفوا فينا يشوفوا مشاكلنا يعطونا الحل لأن كل واحد يقول لك أنا خاطئ أنا حقيقة هناك مشكل فيما يخص تعيين مدير في المؤسسة ونقول لكم بأن مديرية الصحة تعمل جاهدة على حل هذا المشكل في أقرب الأوقات وإن كانت حقيقة ره معين هناك بتكليف مدير ولكن في الحقيقة صح عندنا عمال لماذا ما خلصوش عندهم مشهر ما خلصوش رأنا حسين بهم وإن شاء الله بإذن الله نقول لها إن شاء الله في الأيام القادمة سيحل المشكلة سيحل المشكلة سيحل المشكلة اشتركوا في القناة